الحمدان 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 خلاص يعني نقدر نقول الهدف يتغير عندكم الهدف الآسيوي البطول الآسيوي تغيرت بتفكرت شي للدوري أخصوص أنك أنت الكابتن أول شي أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على النتيجة تعادل يعني أنا أعتبره طعم الفوز صحيح أننا كنا متقدمين ما حفظنا عن النتيجة الأهل قدر يرجع في النتيجة وسجل وتقدم في المبرة قدر نرجع ما ننسى نلعب مع فريق كبير خارج أرضنا شوف حكاية أنه تغير الفكر أنا أشيلها تماما باقي عندنا طموحنا دخول كاس آسيا طموح لازال شقال عندنا كلعيبة أما حكاية كاس بس لك عن المباراة وبرجع بس لك عن المباراة المباراة اليوم نحس أنكم لعبته زي ما يقولون بالورقة والقلم فيه انضباط كان موجود في الملعب صح ولا لا أوش الانضباط كنتم مضبطين تكتيكين في ملعبكم أكيد ما في شك أننا في المحاضرة دخلين المباراة بتكتيك معين نعرف نقطة القوة في الأهلي ونقطة الضعف استغل لنا نقطة الضعف الي في الأهلي قدرنا نستغلها كينك الضعف؟ الأهلي يلعب دائما لما يقفل أو يلعب الهجمة دائما يلعب ينهي الهجمة من نفس الجهة نحاول نستغلها من الجهة العكسية هارد لك يمكن للأهل دي وهاردك لنا أننا خسرنا نقطتين وإن شاء الله الباقي أحلى مبروك لكم بس نروح مع المشاهدين نشوف الكابتن فتح الجبال شي يقول في المؤتمر الصحفي إن شاء الله بإذن الله نروح للمشاهدين